في غضون خمسة أيام اجتمع فيها بقصر المؤتمرات عبدالطف رحال أكثر من 35 برلمانا من بينهم 22 رئيس برلمان بهدف الخروج بقرارات وتوصيات تخدم الأمة الإسلامية وتفعل دور منظمة التعاون الإسلامي في حماية مصالح الشعوب المؤتمر السابع عشر لمجالس الدول الأعضاء كان ناجحا بشكل كبير فالاتحاد كان يعول منذ البداية على دور الجزائر ومصداقيتها وتجربتها واهتمامها الكبير بشؤون الأمة الإسلامية لتحقيق هذا المبتغى إعلان الجزائر الذي اختتمت به أشغال المؤتمر أكد دعم مطلب فلسطين للحصول على صفة دولة كاملة العضوية في هيئة الأمم المتحدة مع دعوة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لضمان الحماية للمدنيين الفلسطينيين ولأماكنهم المقدسة وحقهم في العودة لأراضيهم نؤكد على ضرورة الحل الفوري لأزمة اللاجئين والمهاجرين التي تشكل تهديدا للسلم والأمن العالميين من خلال تلبية احتياجات البلدان الأصلية للمهاجرين فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء نعلن عن إطلاق استراتيجية تعاون بين الدول الأعضاء في مجال الأمن السيبرانية لتعزيز الأمن الفكري لدولنا وعلى صعيد آخر أكد المؤتمرون من خلال إعلان الجزائر على أهمية تعزيز العمل المشترك للتصدي لضواهر الإرهاب والتطرف العنيف الذي يشكل تهديدا وجوديا للسلم والأمن العالميين وذلك بوضع خطة استراتيجية شاملة لمكافحة هذه الآفة وبصورة فعالة احترام خصوصيات كل مجتمع وثقافته وقيامه الحضارية وعدم قبول أن تفرض أي سلوكيات أو ممارسات دخيلة عليه تحت أي غطاء أو مبرر كان محل إجماع لدى المشاركين رئاسة الجزائر للاتحاد لسنة كاملة سيرتقي به وبالعالم الإسلامي إلى ما هو أعظم وأنفع نحو مستقبل زاهر للدول الأعضاء فالجزائر هي عاصمة القرار العربي والإسلامي